جز تحديدا محمد من المدربين البقى ليهم شعبية يعني شعبية عاملة زي شعبية مدربين كرة القدم والناس بتاع كرة القدم تحديدا يعني ليه شعبية كبيرة جدا راجل ده عامل ايه في كرة السادلة في مصر من ساعة مجلسة حتى مع نادي الزمالك او مع النادي ده ايه ليه هو مختلف عن الباش الله يبص يعني ونتائجه هي اللي طحكم في الاول وفي الاخر يعني هو حتى لما كان مع الزمالك كان كسب مع الزمالك ولما جالنا الحمد لله لحضراتي يعني نعتبر نتائج عمره ما حصلت في تاريخ النادي يعني يعني ممكن تكون الاختلاف ده طبعا هو راجل يعني عبقري صراحة يعني بس انا اكتر حاجة يمكن انا شايفها يعني السياسة بتاعته في الفرقة ان كل واحد في الفرقة بيلعب بالفرقة مش بيلعب بنفسه وكل واحد لي دوره ولازم يعرف دوره كويس وهو يعني خرج حتة الانا في الفرقة انه يعني انت هتعمل اللي انا هيكسب الفرقة في الاول وفي الاخر تلعب كويس تلعب وحش المهم تعمل دورك اللي هيفيد الفرقة فمخلي ان كل واحد كل واحد في الفرقة ههمه المكسب مش ههمه ان انا هنزل النهاردة لعب كويس ومش فرق معي الفرقة تخسر او تكسب انا يعني انا مركز في الشغل بتاعي في التعليمات اللي هو بيديه لنا عشان خاطر ان انا اطلع من المطش ده كسبان وما بياخدش غير مطش بمطشو وبطولة بطولتها يعني دايما ما ينفعش احنا نتكلم دلوقتي مثلا على بطولة لسه كبان شهر انا عندي المطش جاى حتى لو المطش اللي جاى ده مع محترامي فاعله ملموم اه لا انا مركز في المطش اللي جاي وفيديو ميتينج على المطش اللي جاي اخلص المطش جاي اشوف المطش اللي بعد ويعني بصراحة هو ناجح جدا في يعني في الحتة دي جدا ان هو عارف ازاي خلينا فرقة واحدة ايد واحدة ما متدورش غير على المكسب مع بعض جوه الملعب وبرى الملعب في المكسب والخسارات